إذن للمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا مراسلون في الديالة علي إبراهيم مرحبا علي في نشوة المنتصف تفاصيل زيارة وزير الداخلية لديك الجديد نعم علي تحية لك ولجميع مشاهدي قناة دجلة الفضائية بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل رئيس الوزراء إلى القادة الأمنين في محافظة ديالة أثناء زيارته بعد التدهور الأمني الذي شهدته المحافظة منذ فترة قريبة اليوم انتهت المهلة واليوم كان صباحا زيارة وزير الداخلية ووفد أمني رفيع المستوى إلى محافظة ديالة يضم كل من رئيس أركان الجيش ونائب قائد عمليات المشتركة وقائد القوى البرية وكان باستقبال هذا الوفد الأمني في قيادة عمليات ديالة الإدارة المحلية محافظة ديالة وأيضا قائد عمليات ديالة وقائد الشرطة وتم عقد اجتماع مغلق استمر لمدة ساعتين تم التباحث فيما يخص مجمل الأحداث الأمنية وآلية انتشار القطاعات الأمنية وأيضا عمليات الاعتقال وإصدار المذكرات القفضة التي صدرت بحق المطلوبين وممن كانوا سبب بتدهور الأوضاع الأمنية وهذا الأمر يعني مخرجات الاجتماع شدد وزير الداخلية على العمل بنصب منظومة الكاميرات في مراكز المدن والأحياء السكنية وأيضا الحاث على إعادة النازحين وإنهاء ملف النازحين وتأمين المناطق وبالتعاون مع دائرة الهجرة والمهجرين والقيادات الأمنية والحجد الشعبي هذا مجمل ما ركز عليه وزير الداخلية بزيارته اليوم إلى محافظة ديالة فيما يخص استمرار العملية لا زالت هذه العملية مستمرة اليوم القوات تتواجد في مناطق خانقين وجلولا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى في قضاء بعقوبة والمناطق التي شهدت الخروقات الأمنية لكن حتى هذه اللحظة لم تكن هناك حصيلة لمجمل عمليات المداهمة والمعتقلين المتهمين بالأحداث الأخيرة في محافظة ديالة هذه تفاصيل الزيارة إلى محافظة ديالة من قبل الوفد الأمني في المكلف من قبل رئيس الوزراء إلى ديالة طيب علي هذه الزيارات وهذه الخطط الموضوع تأتي لطمأنة بناء محافظة ديالة تحديدا بعد عمليات القتل والاختطاف وما شابه ذلك وحتى التهديد في محافظة ديالة يعني عدم استثباب الوضع الأمني بصورة عامة كيف يتعاطى أبناء محافظة ديالة مع كل هذه التحركات الحكومية؟ نعم حال ما دخلت القوات الأمنية المكلفة من قبل رئيس الوزراء محمد الشياء السوداني إلى محافظة ديالة كان هناك ترحيب واسع من قبل الأهالي وإطمئنان من قبل الأهالي لهذه القوات التي تسعى إلى فرض الأمن وإنهاء المظاهر المسلحة ومصادرة السلاح المنفلت والقضاء على العصابات الخارجة عن القانون الوضع منذ دخول القوات الأمنية إلى محافظة ديالة مستقر لم تكن هناك أي خروقات تشهدها المحافظة لا من عصابات داعش التي تشن بين فترة وأخرى هجمات على النقاط الأمنية وعلى المدنيين ولا حتى عمليات من قبل العصابات الخارجة عن القانون والعصابات والجهات المتنفذة في المحافظة حتى نسبة التهريب تراجع تفوق نسبة 90% في محافظة ديالة وهذه النسبة كما أصدرتها القيادات الأمنية في المحافظة حتى المشتقات النفطية التي كانت تهرب في الفترة السابقة اليوم منتوج الغاز متوفر في محطات الوقود وهذا الأمر ربما يأتي بخطط ناجحة من قبل القيادات الأمنية وهذه العمليات أتت بثمارها إلى أهالي محافظة ديالة لكن الجميع يسعى إلى القضاء من من كانوا سبب بتدهور الأوضاع الأمنية من قبل الإصابات المتنفذة والخارجة عن القانون كون أن الكثير من هذه العصابات تمكنت من الهرب إلى مناطق أخرى وعلى القوات الأمنية والجهد الاستخباري أن يفعل من دوره للقضاء على هذه الزمر الإرهابية في المحافظة حتى يمكن لأهالي المحافظة أن يعيشوا بسلام ورحمة الله من ديالة مرسلنا علي إبراهيم كنت معنا شكرا جزيلا لك